اشتعلت جبال ناغورني كارباخ بنيران المدافع التي اطلقت قذائفها من ارمينيا واذربيجان مخلفة وراءها عشرات القتلى والجرحى من الطرفين في المناطق الحدودية المختلف عليها بين باكو ويرفان حيث اكد الرئيس الاذري ان اراضي كارباخ تابعة لبلاده رغم سيطرة الارمان عليها ارمينيا تخالف جميع المعايير الدولية ونحن لن نتراجع عن موقفنا ونحن مؤمنون بالمفاوضات ايضا وسنحاول حل الازمة بالطرق السلمية مطالب اذربيجان الحقوقية معروفة لكل العالم ونحن نار ازدواجية في التعامل الدولي بشأن ازمة كارباخ استمر تبادل اطلاق النار بين البلدين في اليوم الثاني رغم اعلان اذربيجان وقف اطلاق النار من طرفها واعلان انقرة دعمها لباكو في هذه الازمة بينما دعا الرئيس الروسي بلاديمير بوتين طرفان نزاعي الى ضبط النفس ووقف اعمال العنف وسط تهديد الرئيس الاذري بقتل الجنود الارمن في كارباخ نحن نقاتل على ارضنا الاذربيجانية واذا اراد الجنود الارمن الا يموت فليرحلوا من اراضي اذربيجان طلب من باكو وقف اطلاق النار ونسى الذين طلبوا ان اذربيجان تدافع عن وحدة اراضيها يعود تاريخ الازمة في كارباخ الى زمن حلال الاتحاد السوفيتي بعد ان اعلنت المقاطعات في القوقاز الرغبة في الاستقلال في ذات الوقت الذي بدأ فيه النزاع بين اذربيجان وارمينيا على جبال المنطقة ازمة جبال ناجورني كارباخ بين ارمينيا واذربيجان خلفت وراءها مزيدا من المضاعفات الاقليمية بعد ان اكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان دعم بلاده لباكو وسط دعوات موسكو لوقف اطلاق النار رائد الاغبر الاخبارية موسكو اشتركوا في القناة